بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا اليوم في مادة اللغة العربية مكون القراءة عنوان النص حوادث السير الكتاب المدرسي مرشدي في اللغة العربية الوحدة الخامسة الفئة المستهدفة السنة الثالثة ثانوي إعدادي نستهل درسنا كمجرة العادة بأنشطة الرصيد المعرفي مجال النص وهو المجال السكان صاحب النص غزوان حجازي شاعر وكاتب سوري المولد والمنشأ انتقل إلى المغرب سنة خمسين وسبعين وتسعين ومائة والف حاصل على شهادة الليسانس في الأدب العربي ثم شهادة الماجستير بمؤلفين له تحت عنوان صدر الإسلام سنة تلاتين وسبعين تلاتين وسبعين وتسعمائة والف اشتغل غزوان حجازي أستاذا للغة العربية في عدة دول عربية من بينها المغرب ومن بين أهم إبداعاته من المغرب إلى الجولان وديوان شعري بعنوان حديث السنابل الذي أخذ منه النص الذي سيكون موضوع درسنا اليوم نوعية النص كما تلاحظون فالنص عبارة عن قصيدة شعرية عمودية لتميزه بتنائية الصدر والعجوز وتميزت كذلك بروي موحد من بداية القصيدة إلى نهاية القصيدة والروي هنا هو حرف النون مضمون كذلك فالقافية موحدة أنشطة الملاحدة والفهم نبدأها بقراءة الصورة الصورة هي عبارة عن منصق توعوي تحسيسي ويمكننا أن نجده في أي مكان فيه دعوة إلى الصائقين والراجلين ليحافظوا على قانون السير وكما يبدو واضحا عنوان هذا الملصق التسامح يساوي السلامة وهذه الصورة تمثل سائقا يعطي حق الأسبقية لتلميذ يعبر الطريق وقد ظهرت على ملامح هذا الطفل الصغير علامات الفرحة والارتياح إذن فالتسامح بين الصائقين والراجلين لا يمكنه إلا أن يحقق لنا السلام الطرقية قراءة في عنوان النص حوادث السير نحاول أن نقرأه تركيبيا وذلليا تركيبيا فالعنوان عبارة عن مركب إضافي كما تلاحظون فالإضافة هنا معنوية تفيد التعريف ونفترض أن يكون العنوان خبرا لمبتدأ محذوف تقدير المبتدأ بهي ضامر منفصل ويكون بالتالي العنوان هي حوادث السير دلاليا العنوان يفصح عن معضلة سكانية خطيرة وهي حوادث السير وكما هو معروف فنحن نعلم بأن حوادث السير تحصد ضحايا كتر في الشوارع نحاول أن نقوم بتقديم فرديات القراءة وبقراءتنا للبيت الأول من القصيدة والبيت الأخير نضع هذه الفرديات يقول الشاعر وسائق بظلام الليل مندفع مل المسير ومنه الجفن نعسان البيت الأخير كم في التصادم من رعب وكم يبست من الحوادث أطراف وأبدان كما هو ملاحظ فالبيت الأول فيه إشارة إلى بعض أسباب حوادث السير ومن بينها ظلام الليل والاندفاع الذي يكون لدى السائقين وفي البيت الأخير حوادث السير وما تخلفهم من رعب وعاهات كالشلل الذي يصيب بعض الضحايا إذن من خلال قراءتنا للبيت الأول والبيت الأخير والوصول إلى مضامنهما فالفرديات التي يمكننا أن نقترحها أن يتناول النص أسباب وعواقب حوادث السير والفرديات الثانية يمكن أن نتوقع أن الشاعر سيربط هذه الظاهرة أي حوادث السير بالتحول الذي يعرفه نمط عيش الإنسان الذي أصبح متسارعا وبطبيعة الحال لمعرفة أي أي فردية ستكون هي الفردية الصحيحة فعلينا أن نقرأ النص ونحدد مضامنه حوادث السير سائق بظلام الليل مندفع مل المسير ومنه الجفن نعسان تسير برقا بأحلام مجنحة ولا بفكرك للأخطار حسبان فإن زلقت فوحش الموت منتظع وإن سهوت فوحش الموت يقضان سر أي درب ولكن دون ما تعب ولا نعاس فإن النوم سلطان وإن شعرت بضيق حل أو كسل قف لا تتابع فطول السير خسران كن هادئا في الطريق لا تكن بطلا ما في السياقة أبطال وشجعان ليس المهارة طي الدرب مندفعا فللسياقة أخلاق وأركان يا من تسوق بهدي الناس حافلة إن التسارع وقت الليل خوان ويلاه إن زاغت وإن صدمت للموت تظهر أشكال وألوان كم في التصادم من رعب وكم يبست من الحوادث أطراف وأبدان كما تلاحظون ف القصيدة قصيدة لغتها بسيطة وواضحة لكن رغم ذلك سنحاول أن نقدم بعض الشروحات لإغناء رصيدكم اللغوي فقط يقول الشاعر وصائق بظلام الليل مندفع مل المسيرة مل سائمة سهوت الإنسان يمكنه أن يسهو بسبب التعب فيقول الشاعر وإن سهوت فوحش الموت يقضان بمعنى أنك إذا سهوت أنت فالموت ينتظرك فهو لا يغفو فهو دائما متيقب لذلك على الإنسان أن يأخذ الحذر يقول الشاعر وإله إن زاغت وإن صدمت يعني الحافلة إن زاغت أي إذا انحرفت عن طريقها الصحيح ومالت فأكيد أنها ستؤدي إلى كوارت زاغت بمعنى انحرفت يقول الشاعر إن التسارع وقت الليل خوان خوان أن الإنسان أحيانا لا يدرك عواقب السرعة ويمكن لذلك أن يخدعه ويقوده إلى التهلك خوان بمعنى خداع وخوان صيغة مبالغة أي مبالغة في الخيانة وخوان من فعل خان يخون نحدد موضوع القصيدة والذي أصبح بنسبتنا للآن واضحا فهو يتناول أسباب ومخاطر حوادث السير والشاعر يدعو إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة أسباب ومخاطر حوادث السير والدعوة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة تقسيم القصيدة إلى مقاطع أساسية ونحن نجد أن هذه القصيدة يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مقاطع المقطع الأول نحدده من البيت الأول إلى البيت الثالث وموضوعه يتناول ظلام الليل والنوم والسرعة من أهم أسباب حوادث السير المقطع الثاني فهو يحدد من البيت الرابع إلى البيت السابع وفيه تقديم توجيهات ونصائح للصائقين المقطع الثالث من البيت الثامن إلى البيت العاشر وكما تلاحظون فإنه يبدأ بحرف النداء وهو نداء لصائق الحافلات الذين قد تخلف حوادثهم كوارثة بشتى الألوان بعد مرحلة الفهم هذه من الضروري أن نعود إلى الفردية التي اقترحناها وسنجد بأن الفردية الأولى هي الفردية الصحيحة فعلا فالشاعر من خلال قصيدته هذه قدم لنا أسباب وعواقب حوادث السير المرحلة الثانية من الدرس أنشطة التحليل بما أن الأمر يتعلق بقصيدة شعرية فمن الضروري أن نتوقف عند المسوى الصوتي ونتحدث بالضرورة على التراكم الصوتي الموجود في القصيدة نأخذ كمثال حرف السيني وحرف النون لأنه مشكل تراكما صوتي في القصيدة والملاحظ أن النون والسين هي أصوات تصدر عن مقدمة الجهاز الصواتي فالسين من خصائصه أنه صوت مهموس والنون هو صوت ينطلق من طرف اللسان تصاحبه غنى من الخيشون هذه الخصائص تلاءمت مع نبرة الشاعر الهادئة لأنه يقدم النصحة للسائقين ويحذرهم من عواقب السرعة المفرطة ومن عواقب حوادث السير كما أن هذا التراكم الصوتي أعطى جمالية لموسيقى النص نمر إلى المستوى المعجمي ونقف عند معجمين المعجمين يمثل ما هو أساسه في النص المعجم الأول يدل على العبارات التي تشير إلى النصائح التي يقدمها الشاعر والمعجم التالي وهي عبارات يحذر بها الشاعر السائقي العبارات الدل على النصائح سر أي درب كن هادئا للسياقة أخلاق وأركان العبارات الدل على التحذير لا تتابع فطول السير خسران لا تكن بطلا فإن التسارع خوان وأكيد أنكم تلاحظون أن العلاقة بين الحقلين المعجميين هي علاقة تكامل فكل واحد منهما يكمل الآخر المستوى التركيبي المستوى التركيبي نركز فيه على الأسليم وذلك لما عرفه هذا النصم تنوع للأساليب نبدأ بأسلوب التوكيد وهو توكيد بالتكرار مثلا نأخذ الليل تكررت مرتين وحش الموت كعبارة تكررت مرتين والموت كلفظ أربع مرات مندفع تكررت مرتين أسلوب الأمر سر أي درب كن هادئا أسلوب النهي لا تتابع لا تكن بطلا أسلوب النداء يا من تسوقه أسلوب الاستعارة تسير برقا تسير برقا أي أن الشاعر هنا كأنه يشبه سير المندفع بسرعة البرق نلاحظ بأنها استعارة لأن بعض أطراف التشبيه غير متوفرة هذه الخصائص الفنية أضفت على النص جمالية المستوى التداولي كما جرت العادة ونحن نحلل النصوص القرائية إما أن نتحدث عن القيام أو نتحدث عن مقصدية النص وفي هذا النص نقف عند مقصدياته وهو نص يمثل رسالة توجيهية حسيسية لامست مشكلة سكانيا وهو حوادث السير المرسل الكاتب غزوان حجازي المرسل إليه هم القراء عامة والسائقون على وجه الخصوص الرسالة الابتعاد عن أسباب حوادث السير ونظن أن الشاعر قد نجح في إيصال رسالته إلى المتلقي أنشطة التركيب ففي هذه المحطة سأطلب منكم أيها التلاميذ أن تقوموا بتحويل القصيدة الشعرية إلى نص نتري ونطلب الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في درس جديد إن شاء الله ونطلب الله سبحانه وتعالى ونطلب الله سبحانه وتعالى موسيقى